النقطتين المهمين جدا ايضا ان احنا نقشنا النهاردة الموعد الخاص باداء امتحان السنوية العامة وايضا الدبلومات الفنية وايضا امتحانات السنوات النهائية في الجامعات المصرية والمعاهد العليا ويمكن تم التوافق انه هيبقى المعاد موعد امتحان السنوية العامة هو 21 يونيو ان شاء الله ويمكن معالي الوزير هترك له الكلمة ان هو يعرض بالتفصيل اللي هيتعمل كاجراءات احترازية واجراءات مهمة تتعمل جوه كل اللي جان امتحانات السنوية العامة ونفس الحال بالنسبة للسيد وزير التعليم العالي هيعرض برضو سريعا ايه الموقف اللي هيتعمل في اداء امتحانات السنوات النهائية من الجامعات والمعاهد المصرية بالنسبة لي يمكن برضو طبيعة الصلاة العيد بالنسبة للمصريين بتبقى ليها طبعا يعني اهمية مهمة كبيرة فيمكن النهاردة والسيد وزير التوقف توفقنا انه حيتم يعني اذاعة صلاة العيد من احد المساجد في الدولة ان شاء الله ولكن طبعا هي حتبقى صلاة قائمة فقط على القائمين على العمل في المسجد وحيبقى قاصرة فقط عليه ولكن حيبقى الشعائر نفسها تقام بحيث يقدر المواطنين كلها كلهم يشوفوها سواء على الوسائل الاعلام المرئي او المسموع وبالتالي يبقى فيه هناك شعور بطبعا الشعائر المصاحبة لهذه الصلاة الهمة